مرحبا جميعا هذا هو الجزء الثالث من المحاضر المختصر عن تشريح رقبة الإنسان وكما قلت أن هذه المحاضرة موجهة إلى جميع الاختصاصات التي تتعامل من قريب أو من بعيد مع الجسم البشر سنتعرف في هذا الجزء على هذه الأيتم الظاهر أمامكم في الشاشة سنتعرف على الثيرويد غلاند الغدة الدرقية وسنتعرف على الباراثيرويد غلاند التي هي الغدة بجانب الدرقية وسنتعرف على الجزء من الحبل الشوكي الموجود في الرقبة وسنتعرف على ما هي العلاقة ما بين الرقبة وباقي مناطق الجسم الأخرى وإيضا سنأخذ فكرة بسيطة أما هي اللينفنوس ما هي العقد اللنفاوية الموجودة في الرقبة نتابع من خلال النقر على الكتابة بجانب وقت هذا الفيديو مثل ما نلاحظ في الفيديو التوضيحي لهذه النقطة ستستطيع تصفح هذه المواضيع دون الحاجة إلى أن تحضر الفيديو بالكامل الآن ننتقل إلى الغدد مثل ما نلاحظ هذه هي عبارة عن الغدد هذه هي الغدة الموجودة في الرقبة والتي تسمى بالثيرويد غلاند ثيرويد غلاند واحدة فقط ليس غلاند هذه خطأ الأس هنا فثيرويد غلاند هذه هي الثيرويد غلاند مثل ما تلاحظون هذه تشغل كل هذه المساحة هذا هو عبارة عن التركيا وهذه الثيرويد غلاند أو الغدة الدرقية في اللغة العربية thyroid gland is located anteriorly in the neck at the level of the C5 to T1 vertebrae ماذا يعني ذلك؟ يعني أن مثل ما نلاحظ الغدة الدرقية thyroid gland موجودة anteriorly من جهة الأمام في الرقبة وتمتد ما بين C5 الفقرة العنقية رقم 5 إلى الفقرة الصدرية T1 الفقرة الصدرية الأولى فهنا تتجاوز الغدة الدرقية بعض الشيء حدود الرقبة وتصل بشيء بسيط تصل إلى الثوريكس It consists primarily of right and left loops loops تعني فصوص فهي تحتوي على هذا هو عبارة عن left loop الفص الأيسر وهذا هو right loop الفص الأيمن فالthyroid gland الغدة الدرقية لها فصان واحد على اليمين وواحد على اليسار وهي تتخذ شكل الفراشة هنا البترفلاي تتخذ شكل الفراشة هذه اللوبس أوف thyroid gland ستكون anteriorly lateral أي أنها ستكون باتجاه الأمام وباتجاه اللاترال فستتخذ طريق وسط ما بين الأمام وما بين الجانب من الاتريكيا وأيضا من الليرنس وأيضا من الاتريكيا مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن الاتريكيا وهذا هو عبارة عن الليرنس فهي ستتجه بهذا الاتجاه الذي سيكون anteriorly lateral أيضا ستحتوي هذه الثيرويد غلاند على thin ismus unites the loops over the trichia ماذا يعني ismus؟ ismus تعني رقبة فهي ستحتوي على هذه ال ismus التي هي عبارة عن النك التي هي عبارة عن زائدة بسيطة أو عبارة عن طريق بمعنى آخر طريق يربط ما بين left والright loop وسيكون موجود أمام التريكيا الآن هذه الثيرويد غلاند من المؤكد أننا يجب أن نأخذ فكرة عن الهيستولوجي ولكن أنا هنا لن أتطرق إلى الهيستولوجي للثيرويد غلاند ولكن مجرد فكرة أن الثيرويد غلاند تحاط بكبسول أي أن يكون هناك يحيط بهذه الغدة وإلى الداخل من هذا الكبسول سيكون هي عبارة عن الخلايا الإفرازية للغدة الدرقية والغدة الدرقية highly أو richly supplied with blood vessels أي أنها غنية بالblood supply غنية بالدم الواصل لها وأيضا الخارج منها لأنها مثل ما نعلم أنها غدة والغدة هنا endocrine gland أي أنها ستقوم بإفراز أو المواد الإفرازية للثيرويد الليلاند ستنتقل مباشرة إلى البلدستريم إلى الدورة الدموية لذا فمن المؤكد أنه يجب أن يتم تغذيتها بكمية كبيرة من الدم لكي تتاح لها القيام بوظيفتها المهمة جدا الآن ننتقل إلى البراثيرويد غلاند هنا فرا تعني بجوار أو بجانب لنقول بجانب فهنا فراثيرويد غلاند هي عبارة عن الغدة وأيضا هنا غلاند هنا غلاند صحيح أنها عبارة عن مجموعة من الغدد فهذه المجموعة من الغدد هي عبارة عن غدد تكون بجانب أو بالقرب من الغدة الدرقية ثم نلاحظ ماذا يعني ذلك؟ مثل ما نلاحظ هذه عبارة عن البراثيرويد غلاند هنا ستكون بهذا الجانب هذا سيمثل البراثير سيفس أو هنا ستكون هذه الجهة هي عبارة عن بوستيرير للثيرويد فهنا البراثيرويد غلاند ستكون بوستيرير للثيرويد وأيضا في العادة تكون هذه البراثيرويد غلاند تكون خارج الكابسول خارج الفايفرس كابسول للثيرويد غلاند أغلب البشر سيكون لديهم إثنان في كل جهة من البراثيرويد جلانس وبنهاية سيكون لديهم أربعة غدد من هذه البراثيرويد جلانس خمسة بالمئة من البشر لديهم أكثر من أربعة والبعض من البشر لديهم إثنان فقط هناك ما بين البشر ما يهمون من هذه البراثيرويد جلانس مكان وجودها فكملخص أن الاندوكراين جلانس الموجودة في الرقبة فلدي نوعان ثايرويد جلانس وبراثيرويد جلانس فقط الآن لنأخذ فكرة مبسطة عن ما هي الفنكشنز من المؤكد أن الفنكشنز هي من اختصاص الفيزيولوجي ولكن أنا أحببت أن أتطرق بعض الشيء إلى عينة من الفنكشنز لكي لا تكون الأمور ضبابية أو تكون غير واضحة أو لا يكون لدينا فكرة عن ما هي أهمية هذا الأورغن الذي نقوم بدراسته مثل ما نلاحظ thyroid gland function is essential for normal growth and development أي أننا نحتاج thyroid gland في normal growth نحتاجها في growth في النمو ونحتاجها أيضا في development هذه نقطة The thyroid gland produces three hormones thyroid gland تقوم بإفراز ثلاث هرمونات each of which is essential to normal metabolism and homeostasis ماذا يعني ذلك؟ يعني أن thyroid gland لها أهمية كبيرة في الميتابوليزم في الهضم داخل الجسم وأيضا لها أهمية كبيرة في الهوميوستيسيز توازن البيئة الداخلية للجسم البشر وهذا الهوميوستيسيز والميتابوليزم إن شاء الله سنتحدث عليه بشكل تفصيلي أكثر إن شاء الله في محاضرات قادمة عن الفيزيولوجي وعن الميتابوليزم وأيضا عن السيل بايولوجي أيضا سنتضرق بعض الشيء إلى الميتابوليزم والهوميوستيسيز إن شاء الله في المستقبل القريب البعيد أما بما يخص الparathyroid gland بالثمانة اللاحظ produces the major hormone for regulation of serum calcium أي أن الparathyroid gland ستساهم هذه أجنة من وضائف الparathyroid gland فالparathyroid gland ستساهم في أمل regulation للسيروم calcium أمل regulation للكاليسيوم في الدم في الأكسترسيلور الفلود بشكل أعمل ثمانة اللاحظ The barathyroid hormone PTH which is secreted in response to the calcium concentrations in the extracellular fluid هذا يعني أن السيروم كاليسيوم مثلا حينما ينخفض هناك تركيز معين من السيروم كاليسيوم يجب أن يحافظ عليه في البيئة الداخلية للجسم البشري فمثلا إذا ارتفع السيروم كاليسيوم يقل أفراز الparathyroid hormone وإذا خفض السيروم كاليسيوم يتم أفراز الparathyroid gland لكي يقوم هذا الهرمون PTH لكي يقوم برفع مستوى الكاليسيوم في الدم وفي الأكسترسيلور الفلود بشكل عام هذه هي وظيفة الparathyroid gland بشكل مختصر وأيضا وظيفة الparathyroid gland أيضا بشكل مختصر وكما قلت أن هذا من وظائف الفيزيولوجي ولكن نحن نتطرق إلى هذه التفاصيل البسيطة لكي لا تكون الأمور مبهمة مئة بالمئة إن شاء الله في محاضرات قادمة سيتم تناول الparathyroid والparathyroid gland بشكل تفصيلي ولكن كما قلت هذا الشيء بعد مليونين سنة إن شاء الله الآن ننتقل إلى الجزء من الحبل الشوكي الموجود في الرقبة مثل ما تلاحظون هذا هو عبارة عن الحبل الشوكي الموجود في الرقبة ومثل ما تتذكرون إن شاء الله أن في هذه المنطقة في المنطقة العنقية يكون هناك enlargement يكون هناك تضخم في المنطقة العنقية مثل ما تلاحظون هذا هنا يتضح هذا التذخن وهنا أيضا يتضح بشكل بسيط وهنا يتضح بشكل أفضل مثل ما تلاحظون الآن من الجزء أو من cervical part of spinal cord تنطلق cervical spinal nerves أي الأعصاب العنقية المنطلقة من spinal cord هنا سيكون لدي ثمانية أعصاب عنقية أو 8 cervical spinal nerves بدل 7 نحن نعلم أن الفقرات يكون عددها 7 ثم نحظ هذه 1 2 3 4 5 6 7 يكون عددها 7 ولكن في المقابل سيكون لدي ثمانية ثمانية أعصاب عنقية هذا 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 هناك ثم تلاحظون وهذه الصورة تبين سبب وجود ثمانية أعصاب عنقية بدل من 7 أعصاب عنقية وهذا يختلف عن غيره عن باقي مناطق spinal cord باقي الأجزاء من spinal cord التي يكون فيها عدد الأعصاب مساوي لعدد الفقرات الموجودة في تلك المنطقة مثلا الثراسيك فيرتبري تكون 12 وأيضا الثراسيك spinal nerves أيضا تكون 12 وهنا هذه الصورة توضح سبب هذا الفرق ما بين مناطق spinal cord في عدد الـ spinal nerves نسبة إلى أو في اختلاف عدد الـ spinal nerves نسبة إلى عدد الفرتيبري الآن مثلا ما تلاحظون في هذه الصورة هنا cervical nerves cervical spinal nerves مثلا ما قلت ستكون عبارة عن ثمانية أعصاب هنا هذه الثمانية أعصاب ستكون ضفيرتين أصبيتين سيكون لدي cervical plexes و brical plexes مثلا ما تلاحظون هذه cervical plexes وهذه brical plexes cervical plexes ماذا يعني cervical plexes يعني الضفيرة العصبية العنقية بهذه الطريقة فمجموعة من الأعصاب مجموعة من cervical spinal nerves ستشترك لكي تكون ضفيرة عصبية وأيضا مجموعة من الفقرات و مجموعة من العصاب العنقية ليست فقط هنا عصاب العنقية ولكن أيضا بعض العصاب الصدرية أيضا تشترك في هذه النقطة ولكن بشكل أساسي ستكون من cervical spinal nerves لكي تكون لبركيال plexes هنا لبركيال plexes هي عبارة عن ضفيرة أصبية تذهب إلى الأبر لما تلاحظ هنا تتضح لدي cervical plexes وهنا بداية هذه بداية البركيال plexes وهذه أيضا صورة أخرى هذه عبارة عن البركيال plexes تنطلق من الرقبة مثلما تلاحظون أيضا تأخذ بعض الـ Nervation من T1 هذه T1 هي عبارة عن Thoracic Spinal Nerve No.1 فتنطلق وتذهب إلى الأبرلم فمثل ما قلت أن البركيال plexes تغذي الأبرلم تقريبا بالكامل وبما يخص cervical plexes فهي تغذي أمور كثيرة في الرقبة وأيضا تغذي أمور كثيرة حتى في الرأس فهنا هذه المنطقة تقريبا بالكامل هنا تغذى بـ Cervical Nerves أو يتم تغذيتها يتم إعطاء Sensation أو Sensory Innervation من Cervical Plexes وأيضا بعض المفاصل من الأبرلم أيضا تغذى بهذه Cervical Plexes هذه تفاصل كثيرة غير مطلوبة للجميع فقط لطلاب الطب وبعض الشيء طلاب الأسنان ولكن ما يهمنا هو عدد الضفائر الأصبية الموجودة في الرقبة وإلى أين تنطلق بشكل مبسط يكون لدينا مفهوم مبسط عن الموضوع هذا يكفي الآن ننتقل إلى الموضوع الأخير وهو عبارة عن Relationships of the Neck ما هي شبكة علاقات الرقبة مع المناطق الأخرى من الجسم مثلا ما نلاحظ Superiorly Cranial Vertebral Joints Cranial Vertebral Joints هنا نقصد فيها الجوينت أو المفاصل ما بين الكرينيوم والVertebral Column أو Cervical Vertebrae وInferiorly مثلا ما نلاحظ The Root of the Neck مصطلح Root of the Neck سأتطرق إليه إن شاء الله سيكون هو عبارة عن آخر فقرة في هذه المحاضرة مثلا ما نلاحظ هذه Superiorly من جهة السوبرير هذا هو عبارة عن المفاصل هذه عبارة عن المفاصل التي تعملها الكرينيوم الذي هي الجنجمة مع Cervical Vertebrae No.1 و2 مثلا ما نلاحظ there are two sets of cranial vertebral joints two sets أي مجموعتين من المفاصل القحفية الفقرية بهذه الطريقة أي cranial vertebral joints ومثلا ما قلت في عبارة عن مفاصل ما بين الكرينيوم الجنجمة وما بين الvertebral column the atlanto occipital joints atlanto occipital joints هنا يخصد فيها atlanto من الأطلس التي هي عبارة عن الفقرة العنقية الأولى ومن عظمة الأوكسبيتل التي هي أو الأوكسبيتل بون التي هي أحد عظام الجنجمة هذه عبارة عن الأوكسبيتل بون فهنا هذه المجموعة من المفاصل التي هي الأطلانتو أوكسبيتل جوينز ستكون ما بين الأوكسبيتل بون التي مثلا ما قلت هي عبارة عن العظمة السفلية من الجنجمة وما بين الفقرة العنقية الأولى التي هي الأطلس أو الvertebral أو cervical vertebrae No.1 مثلا ما تلاحظون form between the atlas C1 and occipital bone يتكون هذه المجموعة من المفاصل ما بين C1 والأوكسبيتل بون وأيضا سيكون لدي الأطلانتو أكسيال جوينز أطلانتو أكسيال جوينز ماذا يعني ذلك؟ يعني هو عبارة عن المفصل ما بين C1 cervical vertebrae No.1 أو الأطلس وأيضا الأكسز أو cervical vertebrae No.2 مثلا ما تلاحظون هذا هو عبارة عن الأوكسبيتل بون الذي هو العظمة السفلية من الكرينيا من الجمجمة وهذه عبارة عن الأطلس وهذه عبارة عن الأكسز هذه عبارة عن cervical vertebra No.1 وهذه عبارة عن cervical vertebra No.2 فهنا هذا الجوينت مثلا ما تلاحظون هو عبارة عن الأطلانتو أكسبيتل جوينت وهنا سيكون عبارة عن الأطلانتو أكسيال جوينت أيضا مثلا ما تلاحظون هذه الصورة أخرى هذه عبارة عن الأطلس التي هي عبارة عن الفقرة العنقية الأولى وهذه عبارة عن الأكسز التي هي عبارة عن الفقرة العنقية الثانية هذه C1 هذه C2 مثلا ما تلاحظون في هذه النقاط هذه النقاط الرمادية أو الرمادية المائلة للأزرق لا علم بالضبط هذه هنا ستكون عبارة عن أماكن التوافصل بينها وبين الأوكسبيتل بون فبهذه الطريقة بهذه النقاط ستكون الأطلانتو أكسبيتال جوينت وهنا أيضا مثلما تلاحظون بين هذه الفقرة وهذه الفقرة سيكون عبارة عن الأطلانتو أكسبيتال جوينت The crinio vertebral joints التي هي عبارة عن الأطلانتو أكسبيتال والأطلانتو أكسبيتال جوينت هي عبارة عن synovial joints synovial joints that have no intervertebral discs الآن الـ intervertebral disc هو عبارة عن ديسك مكون من ظروف يكون ما بين الفقرات هنا في هذه الفقرات أو في هذه الجوينت لن يكون لدي الـ intervertebral disc أي أن الـ intervertebral disc في الفقر ما بين الفقر الأولى والفقر الثانية الفقر العنقية الأولى والفقر العنقية الثانية غير موجود بهذه الطريقة ولكن في باقي الفقرات من العمود الفقري موجود هذا الـ intervertebral disc وسنتأرف على هذا الـ intervertebral disc بشكل تفصيل أكثر إن شاء الله في المحاضرة القادمة عن الـ overview إذا ما تلاحظون أنا الآن أحرك أحرك رأسي بحرية كاملة هذه الحركة ناتجة من هذه المفاصل الأثنان التي هي عبارة عن الـ crinio vertebral joints من باب تصحيح المعلومة هذه الحركة التي عملتها الآن في رأسي لا تحصل فقط في الـ crinio vertebral joints وأن ما تساهم ما تبقى من مفاصل الفقرات العنقية أيضا يساهم في هذه الحركة ولكن هذه الحركة تكون بشكل خاص في الرقبة بسبب هذه المفاصل الأثنان التي هي الـ crinio vertebral joints مثل ما تلاحظون هذه الحركة هنا هذه الحركة هنا تمثل هذه الحركة مثل ما تلاحظون هنا هذه عبارة عن الـ crinial هذه أعتذر هذه عبارة عن الـ cervical vertebral number one الأطلس هذه عبارة عن الأطلس وإلى الأسفل منها هي عبارة عن الأكسز فهنا الأطلس حينما أنا أقوم بتدوير رأسي بهذه الطريقة فهنا الأطلس ستكون ثابتة بالنسبة للـ occipital bone أي أن الأطلس لن تتحرك بالنسبة للـ occipital bone ولكن الأطلس والـ occipital bone أو الأطلس والـ crinium ستتحرك بالنسبة إلى الأكسز وهنا مثل ما تلاحظون هنا بالأسفل الأكسز إلى حد ما ستكون ثابتة ولكن هنا الأطلس ستتحرك على الأكسز وبالمقابل لن تتحرك الأطلس بالنسبة للـ occipital bone ماذا يعني ذلك؟ يعني أن في الحالة من المحتمل أن يكون في تصوركم أن الأكسز أو الجمجمة تتحرك على الأطلس لنفترض أن هذه الأطلس هذه عبارة عن الأطلس وهذه عبارة عن الجمجمة فما يحصل لن تحصل هذه الحالة أن هذه الجمجمة تتحرك على الأطلس أعتذر من حضرة المايك فهنا لن يتحرك هذا الأكسبيتال bone على الأطلس ما يحصل أن هذا الأكسبيتال bone والأطلس ثابتان بالنسبة لبعضهما البعض الحركة على الأطلنطو أكسبيتال جوينت لا تكون ثابتة 100% حينما نحرك الرأس مثلا إلى جهة left أو right حينما نعمل left rotation وright rotation أي حينما نقول لا نمئ بلا في رأسنا ولكن الحقيقة الموضوع أن الحركة تتم ولكن تكون الحركة بسيطة وأيضا ليست هي الحركة الأساسية أو ليس هو الجوينت الأساسي الأطلنطو أكسبيتال جوينت ليس هو الجوينت الأساسي الذي يقوم بهذه الحركة وما يحصل هما الأثنان يتحركان على الأكسز على الفقر العنقية الثانية مثل ما تلاحظون أيضا هذه الحركة إلى left وهذه الحركة إلى right لمجرد أن تبين أن هنا مثل ما تلاحظون هذه في اللون الأخضر الأكسز تكون ثابتة مثل ما تلاحظون الأكسز ثابتة في كلا الصورتين ولكن من يتحرك هو عبارة عن الكرينيوم والأطلس الآن أنا تطرقت للحركة التي تحصل على الأطلنطو أكزيال جوينت الأطلنطو أكزيال جوينت وهي هذه الحركة وقلت أن الأطلس والكرينيوم كلاهما سيتحرك على الأكسز على السيرفكال فيرتبري نمبر 2 ولكن فيما يخص الحركة التي تحصل في الأطلنطو أكسيبيتال جوينت فهي ببساطة هذه الحركة تحصل على هذا الجوينت وهي ببساطة أمل إفلكشن لأل هد هذا نسميه أمل إفلكشن لأل هد أو ببساطة الإيماء بالقبول هذه تعني يس أو تعني نعم فهذا الإيماء في القبول تتم الحركة فيه على الأطلنطو أكسيبيتال جوينت فهنا أصبح لدينا 2 من الجوينت تم تناولهما وتم تناول موقعهما وأيضا الوظيفة لهما الأول الذي هو عبارة عن الأطلنطو أكسيال جوينت والذي يقوم بهذه الحركة والذي هو ببساطة هذا هو الجوينت أما الجوينت الآخر وهو سوبرير له ولكن أنا بدأت من الانفيرير إلى السوبرير لا أعلم لماذا ولكن حصل هذا الشيء وقد تم تسجيله أما بما يخص هذا الجوينت فتتم الحركة فيه هذه هي الحركة هذه هي الحركة التي تحصل على الأطلنطو أكسيبيتال جوينت وهو الجوينت ما بين الأكسيبيتال بون أو الكرينيوم والأطلس أو السيرفيكل فيرتبري نمبر 1 أما ما يخص ما تبقى من السيرفيكل فيرتبري أو الجوينت ما بين ما تبقى من السيرفيكل فيرتبري فالحركة تحصل فيها بطريقة مختلفة إلى حد ما وهناك رينج من الموفمنت يختلف عن هذه الفقرتين التي تم تناولهما وعن هذا التو جوينت الذي تم تناولهما وإن شاء الله في المحاضرة القادمة سيتم تناول الحركة التي تحصل على هذه الجوينت الأخرى غير الأطلنطو أكسيبيتال جوينت وذلك لأن الحركة التي تحصل على هذه الفقرات هي نفسها التي تحصل على ما تبقى من فقرات العمود الفقري لذا ستترك إن شاء الله إلى المحاضرة القادمة الآن الفقرة الأخيرة من هذه المحاضرة هي عبارة عن علاقة النك إنفيريري ما هو ارتباط النك ما هي ارتباطات الرقبة من جهة الإنفيرير من الجهة السفلية مثل ما نلاحظ ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الروت الذي هو عبارة عن جذر النك جذر الرقبة وعبارة عن منطقة وصل منطقة وصل أو المنطقة التي توصل ما بين الرقبة والثوريكس مثل ما تلاحظون هنا هذه عبارة عن الشرعين الأساسية التي تصل مثل ما تلاحظون تذهب من هنا تدخل في الرقبة بعض منها يذهب إلى الأبرلم والبعض منها يذهب إلى الرأس فهنا من هذه النقطة من الروت من جذر الرقبة تنطلق هذه الشرعين وتدخل إلى الرقبة فمثل ما قلت أن الروت هي عبارة عن منطقة وصل ما بين الثوريكس والرقبة ماذا يعني بالثوريكس أو الثوريكس كيج القفص الصدري يكون فيه فتحتان فتحة من الآلة وفتحة من الأسفل الفتحة من الأسفل التي هي عبارة عن الانفيرير ثوريكس أبرتش ستغطى أو ستغلق تقريبا بالكامل بالدايفرام أو الحجاب الحاجز أما من الأعلى فلن تغلق هذه السوبرير ثوريكس أبرتش ستكون عبارة عن فتحة تدخل وتخرج الكثير من الستراتش من خلالها فبعض الستراتش مثل ما نلاحظ تدخل من خلال مثل ما نلاحظ ثروت وأساس all structures going from thorax من هذه السوبرير ثوريكس أبرتش التي هي الفتحة الموجودة في الأعلى من الثوريكس أو من الثوريكس بشكل عام من منطقة الثوريكس فالكثير من الثوريكس ستدخل أو ستمر من خلال هذه الفتحة going from the thorax to the head or upper limb and vice versa ماذا يعني ذلك؟ يعني مثل ما نلاحظ لنأخذ مثال ويكون هو واضح هذا هو عبارة عن ماذا؟ هذا هو عبارة عن البركيو سيفاليك أرتري بريكيو سيفاليك أرتري الذي هو عبارة عن الأرتري أو الأرتري الضخم الذي يخرج مباشرة من الأيورتك أرك أو من الشريان الأبهر هذا سيذهب إلى الرقبة واحد من البرانش أو أحد البرانش من هذا البركيو سيفاليك أرتري سيذهب إلى الأبرلم هذا هو عبارة عن السبك ليفين وهنا سيكون الأكزيلاري أرتري ويكون البركيو الأرتري ومن ثم يكمل طريقه إلى نهاية الأبرلم أما الشيء الآخر أو البرانش الآخر الذي هو عبارة عن الright common carotid أرتري يذهب إلى الرأس فهذا مثال على أحد الستراتشيرز التي تخرج من منطقة الثوريكس تخرج من الثوريكس وتدخل إلى النك عن طريق السوبرير ثراسيك أبرتر وتذهب إلى الهد وأيضا تذهب إلى الأبرلم وهناك أيضا مثل ما تلاحظون هذا هو عبارة أو هنا سيكون لدي الفيغاس نيرف هذا سيمثل هذا هنا سيمثل الفيغاس نيرف الذي هو عبارة عن نيرف سيخرج مثل ما تلاحظون أو سيمر من هنا ويذهب إلى الثوريكس عن طريق السوبرير ثراسيك أبرتر فباختصار أن السوبرير ثراسيك أبرتر هي عبارة عن فتحة أو ممر تربط ما بين النك والثوريكس فهناك بعض الستراتشيرز تخرج من الثوريكس وتذهب إلى النك ومن ثم من المحتمل أن تذهب إلى الأبرلم وتذهب أيضا إلى الهد وبعض الستراتشيرز أيضا تنطلق من الهد وتذهب إلى الثوريكس عن طريق السوبرير ثراسيك أبرتر هذه المعلومة الأساسية الآن سننتقل إلى الموضوع الأخير أو الفقر الأخير بشكل فعلي هذا آخر ستاد لينيكون هناك ستاعدات أكثر مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن اللينف نوز الموجودة في النك هذه عبارة عن السيرفيكل لينف نوز ما أود الإشارة إليه من هذه الصورة أن هناك الكثير من السيرفيكل لينف نوز على غرار ما أخذنا في محاضرات الرأس الأوفر رفيو أوف ذا هد لم يكن هناك الكثير من اللينف نوز فهنا سيعتمد الرأس منطقة الرأس منطقة الهد ستعتمد على منطقة الرقبة في تصفية اللينف ماذا يعني ذلك؟ نحن تطرقنا في محاضرات الجنرال الأنتومي أن اللينف هو عبارة عن السائل لنقل في هذه الطريقة هذه السيكونس التي يتم فيها الموضوع حينما يذهب الدم إلى الخلايا فهو سيقوم بتغذية الخلايا وتزويدها في النيوترينز وسيتسبب هذا الشيء بخروج بعض بلازمة الدم إلى الانترستيشيام الذي هو عبارة عن الفراغ ما بين الخلايا فهنا الانترستيشيال فلود الذي هو عبارة عن السائل ما بين الخلايا ستزداد نسبته فهنا وظيفة اللينفويج سيستم أو لينفاتيك سيستم في معادلة أو في أخذ هذه الزيادة وبالتالي معادلة كمية الانترستيشيال فلود ومن ثم يعود به إلى اللينف أو يتم الدرينج ليعود به إلى البلازستريم من جديد إلى الفينز ولكن قبل أن يتم ذلك هناك شيء نسميه لينف نوتز التي هي عبارة عن العقد اللينفاوية التي تقوم بتصفية هذا اللينف الذي هو السائل ستقوم بتصفيته من الشوائب من أيضا من البكترية فتقوم هي عبارة عن نقاط سيطرة سيتم فيها تصفية هذا اللينف فكمية اللينفويت سيستم أو كمية اللينف نوتز الموجودة في الرأس قليلة فهنا ما أود الإشارة إليه أن في الرأس هناك كمية قليلة من اللينف نوتز فهنا سيخرج اللينف من الرأس ويذهب إلى الرقبة لتتم تصفيته فهنا هذه اللينف نوتز لا تصفي فقط لا تقوم بتصفية عمل فلتريشن للمف الآتي من الرقبة أو المنطلق من الرقبة ستقوم أيضا بتصفية اللينف الآتي من الرأس بهذه الطريقة فلذا هناك نيومرس لينف نوتز موجودة في الرقبة هناك العديد من اللينف نوتز الموجودة في الرقبة إلى هنا انتهى لدي الجزء الثالث من المحاضر المختصر عن تشريح رقبة الإنسان قد تعرفنا في هذه المحاضرة على هذه الأيتمز الظهر أمامكم في الشاشة نلتق إن شاء الله في المحاضر المختصر عن تشريح ظهر الإنسان إلى لقاء قريب إن شاء الله